هذا واحد كان يطوف من المساكين ويقول هذه الأبيات من اليأس والبؤس الذي هو فيه ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه إذا أبصرت قبرا من بعيدا وددت أنني مما يليه جزى الله المهيمن نفس حرا تصدق بالوفاة على أخيه سمع واحد اسم المهلبي فأشفق عليه وعطاه مالا فانتفع به وانجاءت الأيام وإذا بهذا الفقير يصير وزير فيذهب إليه المهلبي المسكين اللي عطاه درهمين وأرسل لها البيتين قال ألا قل للوزير فدته نفسي مقالة مذكر ما قد نسيه أتذكر إذ تقول لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه تذكر كلامك؟ فلما قرأ قال أدخلوه فلما أدخلوه تذكر الحكاية ووفاه بعض الناس بعض الناس زهم الله خير من الذين يعطونه ويحبون ينفعون الآخرين وبعض الناس كان فقير معدوم فلما استغنى وأصبحت عنده خزاء مليانة أنكر الجميل ونسي القريب ويعني سبحان الله يقول لك نعمة بعد قحط مع عدم وجود لاحظ مع عدم وجود نفس رويانه من الكرم والجود والتربية رح تنأكس عليها شرا ويتعذب بأمواله لأن هناك فرق بين الفرح اللحظي بالمال والسعادة الممتدة مع هذا المال